طبعا إحنا اتكلمنا على عطريس القرن وأن من حق رئيس نادي الزمالك من حقه أنا بقول من حقه إنه هو يقول أنا عطريس أنا بطل القرن الحقيقي أنا أكتر رئيس نادي فاس بالدور يقول اللي هو عاوز يقوله وده ما لهش علاقة بالواقع ولا بالمؤسسات القرية ولا بالمؤسسات الدولية لكن أحيانا 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 يوجه اللوم إلى النادي الأهلي من جماهير ومنع الشاق انتم فين من هذا الهراء انتم فين من هذا العبط والهطل والهبل اللي بيحصل واللي بيقول رئيس نادي الزمالك ويجب ان يتصدى النادي الاهلي لما يقوله رئيس نادي الزمالك في هذا الاطار انا توصلت مع بعض المسؤولين فيهم كده واحنا بنعيد على بعض في العيد فبسألهم يعني الجمهور بيسألني فين النادي الاهلي من هذا الهبل والهراء وكده اول حاجة ومور النادي الاهلي العظيم المحترم فاهموا وعي تماما ان اللي بيتكلم ده بيخرف واللي بيتكلم ده بيقول اي كلام وان النادي الاهلي في مواجهته صعد الى اعلى الجهات السياسية والقضائية والقانونية خد كل اجراءاته تجاهه لكن ما فيش حد بيتحرك تجاهه وهو بيحتمي بالحصان والحصان اقول لها كم شاه وتسقط وتنتهي استورته باذن الله الى الان فالنادي الاهلي مش هيسقط والنادي الاهلي بياخد اجراءات سوف تظهر للناس الاسبوع القادم بعد انتهاء اجازة العيد يعني من يوم الحد الاسبوع الجاي كده مع بدايات شهر مايو سوريا شهر يونيو هتلاقوا فيه اجراءات النادي الاهلي بياخد اهم الاجراءات الان اللي بيدرسها وبيقررها هو معالي المستشار محمود فاهمي رئيس اللجنة القانونية بالنادي الاهلي عاكف هو لجنته القانونية على مجموعة من المستشارين اللي بجد مش حد كده بيحط لقب قدام اسمه لقب مستشار ومالوشه لقب لأ مستشارين بجد كانوا قضاوة كانوا رجال نيابة وحاجة قمم فيه القانون بيتضمها اللجنة القانونية في النادي الاهلي اول حاجة اللي عرفته واحد سيتم رفع دعوة قانونية ضده وضد نادي الزمالك ليه ضد نادي الزمالك المرض مش ضده الواحد ضد نادي الزمالك ليه؟ اغتصب حقي مش حقه وحط عليه شعار النادي الاهلي شعار سوري الاتحاد الافريقي لقرة القدم كاف بينما النادي الاهلي هو اللي حصل على هذا اللقب سنة 2000 وتسلم الجائزة الراحل العظيم المايسترو صالح سليم والدنيا كلها عارفة ان النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا بعد معايير تم وضعها سنة 94 وكان النادي الاهلي الاول والزمالك السادس والنادي الاهلي كان وقتها منسحب من افريقيا وما كانش الموضوع له اي يعني ايه تركيز من النادي الاهلي انه اخد لقب النادي القرن فالنهاردة عاتريس لما طلع قال ان الزمالك نادي القرن هو يسيق بذلك الى قلعة رياضية عظمة النادي الزمالك ويعني انا بيكلمني ناس زمالكوية كثر اصدقاء ورموز رموز شخصيات كبيرة يعني ومهمة بيقولول الراجل ده اسأل نادي الزمالك واصبنا بالصدمة والعار احنا مش عارفين نقول ايه مش عارفين حتى ندافع راجل يعني مؤسسة افريقية اللي اتحضر افريقيا لكرة القدم حط معايير سنة 94 النادي الاهلي كان منسحب النادي الاهلي كان اول الزمالك كان سادس ما كانش المسألة خالص الزمالك فيها والمعايير دي يسيدي ماز يعني المفترض اللي يبقى بيفوز باللقب ده ياخد مجموعة من النقاط اعلى بكتير بيحس ان يبقى الاكثر فوزا باللقب هو اللي جايلك المعايير تتحط ماشي وقالة مع المعايير اللي كمان لازم يبقى بطولاته المحلية ايه منت لما تدي نادي قرن لازم يبقى اول حاجة هو نادي القرن في بلده يعني يبقى فوزه بالبطولات هو الاكثر في بلده والان وفقا لهذه المعايير الايد نادي القرن في القرن الـ 21 يعني المعايير دي ما زال يتم العمل بها لم يتم إلغاءها ولم يتم ضحضها ولم يكتشف مثلا مسؤولة عدل أفريقي ان هي غلط رغم انه اقولك الادارة الجديدة احمد احمد هيعدل ويعمل ويساوه فواحد الناد الأهلي سوف يرفع دعوة قضائية ضد الناد الزمالك للسطو على لقب نادي القرن الذي حصل عليه الناد الأهلي من الاتحاد الأفريقي اللي قرت القدم سنة 2000 يبقى كده في دعوة قضائية اتنين تقديم شكوى رسمية بقولك المستقر عليه المسؤولين فيه فيه الناد الأهلي اللي هيعملوه بعد انتهاء جاستراد حاجة التانية تقديم شكوى رسمية الى الاتحاد الأفريقي اللي قرت القدم ضد نادي الزمالك لان هو مفترض نادي أفريقي بلعب في مسؤولات الاتحاد الأفريقي كده مش عاجبه قرار الاتحاد الأفريقي ولم يطالب بتغيير القواعد اللي موجودة لحد النهارد وهو مصر على اشعال الفتن وان هذا الامر يعني ان الاتحاد الأفريقي كلام بقى اللي بتكتب الجامعة كله واللي بتقال الجامعة كله بما فيها الفيديو بتاع خياد الغندور اللي بيغمس ويلمس فيه على الدكتور كمال درويس وهاجد الوقت بالدكتور كمال درويس وحدت ان حسن حمدي ووكالة الاهرام للإعلان وبعض التغريدات اللي بتتكتب في هذا الإطار والتي تسيء الى الاتحاد الأفريقي وإلى نادي الزمالك فيبقى واحد رفع دعوة قضائية اتنين تقديم شكوى رسمية للإتحاد الأفريقي لكورة القدم تلاتة مطالبت الزمالك من خلال برضو التحاد الأفريقي بالتعويض عن الأضرار التي وقعت على النادي الأهلي نتيجة السطو على العلامة التجارية لنادي القرن الحقيقي بجد هو النادي الأهلي أربعة التواصل المستمر مع الاتحاد الأفريقي لكورة القدم لإقرار قراراته والتأكيد عليه ومعاقبة كل من يخرج عنه نهاردة نادي الزمالك مش معترف بالمعايير اللي محطوطة من سنة 94 والسرية بالمناسبة للقرن الـ 21 وبالمناسبة النادي الأهلي دلوقتي على قمة الأندية الأفريقية في القرن الحدي والعشرين اللي مر منه 20 سنة طيب ده يبقى الحاجات دي النادي الأهلي هياخدها مع أكد لي المسؤول الأهلاوي البارس في هذا الإطار أن هناك غضب شديد جدا 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 في الاتحاد الأفريقي لقرارة القدم مما حدث من رئيس نادي الزمالك لأنهم يعتبرون ما حدث وإهانة وإساءة للاتحاد الأفريقي لقرارة القدم فأن كل شيء وارد بهذا الأمر إلا أنه هو عاوز يلحق نفسه ويشيل 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 شعار الاتحاد الأفريقي طيب لو شال شعار الاتحاد الأفريقي طيب بيبقى من اللي الدخل لقى من هذا القرار أنت ديته لنفسك ولو سيب شعار الاتحاد الأفريقي برضو أنت ديته لنفسك ماشي فكرة أنا عتريس أنا ميت عتريس في بعض فأنا اللي جازة وأنا اللي جازة أنت حر في نفسك أنت حر في نفسك عيش مع نفسك وكلام اللي قلتوله برضو ما زلت بعيده له هو مش لنادي الزمالك نادي الزمالك أكبر من مليون واحد زي مين قال لكم إنه مرتضى زمالكاوي الناس اللي بتفهم ورموز نادي الزمالك الحقيقية ورحمة الله عليه كابتن عبد الرحيم محمد قالها أكثر من مرة قالك ده أهلاو ده ما جازة الزمالك غير لما الأهل طرده ما جازة الزمالك غير لما الأهل طرده الواحد لما بيبقى نفسه يبقى معه فلوس عهو زيام العضوية بيروح للنادي اللي بيحب يعني أنا ما زلت روح تفين روح تنادي الشمس عملت فيه عضوية ماشي هو راح فين راح النادي الأهل تل نقعد في الأهل لحد ما طردوه وفسخوا له عضوية أم رايح الزمالك بعده ورح كان وقته اظن كان رئيس الناد المستشار جلال إبراهيم وهكذا عمله العضوية بعدها دخل الانتخابات بعدها عاش حياة ماشي فالفكرة محدش يظن انه مرتضى زمالكاو وقبل كده العالمي المنديالي الكابتن أحمد حسان ميدو كان قال في حواره الشهير مع الأستاذ عمر أديب انه راجل أهلاو مين قاله انه زمالكاو مش بس عبد الرحيم وعزم جاهد قالها قبل كده رموز نادي الزمالك العظيمة عرفة انه هو أهلاو بدليل انه مثلا يقولك ايه الأهل كان بيسففكوا التراب قبل ما ناجي مش عارف عمر ما كان فيه قطبين ده طول عمرها قطب واحد هو اللي بيسيل الزمالك لا يجرؤ أي أهلاو محترم أو مسؤول أهلاو ان يقوله الكلام ده يا جماعة هقولكو على حاجة كان أحد الأصدقاء بيحكيها لي كانت مادام روكسان محمد حسن حلمي في مجلس من مجال سنة الزمال كان يحكيلي انها كانت بتقوله أول ما مسك كابتن صارح سليم مدير كورة كين دايما يجي للكابتن حلمي يا في البيت يعوده في البلكونة يا في النادي ويتشاور معاه في بعض الأمور عاوز ياخد خبرات كابتن حلمي وقال شوف العلاقة وصلة لفين ده مش كده وبس ده لما كابتن حسن حلمي نزل انتخابات اتعاده الكورة وكان المسؤولين في نادي الزمالك وقتها على خلاف معاه كابتن صالح أعلن إن هو داعم للكابتن حلمي وقال استحالة إن رمزي كبير زي كابتن محمد حسن حلمي ينزل انتخابات اتعاده الكورة ويسقط إحنا أكبر داعم له وبدأ يطالب الأندية بانتخاب كابتن محمد حسن حلمي فالناس دي العلاقات السوية بلاش عايشوا عايشين وحياء إن يرزقون ربنا يطول في عمرهم كابتن محمودة برجلة وكابتن أحمد مصطفى من أوائل الناس اللي كانوا عند في منزل كابتن حمد أمام والدي كابتن حاسم أمام بعد إعلان الخبر كان لسه كابتن طريق سليم خارج من المستشفى في حالته الصحية خدوا على الكورسي وراح أكتر واحد هم كانوا براحة البيت مش يستنى الجنازة ولا راح العزة شكل روتيني ده من المحبة والعلاقات الطيبة يعني كابتن أبورجيلة وكابتن أحمد مصطفى هم اللي كانوا بيهدوا كابتن طريق سليم ده نتيجة إيه العلاقات المحترمة بين الناديين اوعوا يبقى قدوتك وخالد الغندور اوعوا يبقى قدوتك وخالد الغندور ولا مرتدة خلي قدوتك ورموزه المحترمة خلي قدوتك محمودة برجيلة خلي قدوتك أحمد مصطفى خلي قدوتك كابتن أحمد رفعت خلي قدوتك كابتن حنف بسطان كابتن حمد أمام كابتن حزم شعاتة كابتن حزم إمام كابتن عبد الحليم علي خلي قدوتك كابتن أشرف آسم يعني خلي قدوتك ونناس المحترمة اللي لها مكانتها ولها تقديرها عندي جماهير وكرة بمختلف ميول ما تخليش قدوتك اللي بيجري ورا مرتدة عشان يشتغل ويقبط والله العظيمة نادي الزمالك ده قلعة عظيمة هو هتخلي قدوتك الناس المنحطة اللي بتستأجر ناس عشان يشتمونا استأجر وعمل اللي انت عاوزوا احنا خلاص خدنا حصانة في الشتيمة استأجر وعمل اللي انت عاوزوا وعمل خلي الجانك تعمل ليه عاوزها وتلفق وتشتم هنظل نقول قلعتنا لله مش لحد تاني الزمالك قلعة رياضية عظيمة غزب عن أي حد مرتدة عمره مكان زمن كوتو لعمره أهلاوي ورموز الزمالك الحقيقيين عارفين كده ان الناس اللي شغال مع مرتدة تبحث عن لقمة العيش وعن الراتب وليس عن مصطحة نادي الزمالك ان لو اي حد عايل جنبه يقول له يا عم عيب عيب نكسي لكمال درويش طيب كمال درويش عامل كان بطولة في 8 سنين لنادي الزمالك بقول ليه الكلام ده للشباب اللي معاشوش الدكتور كمال درويش عامل 1186 بطولة في كل الألعاب عالمي ومحلي وإفريقي في 8 سنين عامل كم بطولة كورة عامل 16 بطولة كورة في 8 سنين منها 3 دوري في 4 سنين منها أفرق أسياوي منها أحسن نادي في العالم منها التأهل إلى كأس العالم للأنديها في أسبانيا ولكن كان فيه مشاكل للشركة الرأية وما سافرش منها أنه هو كان يعني ألقاط أفريقيا دي كان موجود جيل عظيم تمر عب حميد وتمر عب حميد ومتحد عبدالهادي وحزم إمام وحسن وبرهيم حزن وعب حليم علي جيل عظيم جيل عظيم جيل عظيم وطرق السيد وطرق السعيد وهكذا وندر السيد كان جيل عظيم الناس ما بتنساش وكان مونة كان جيل عظيم وناس محترمة وكابتن طاق بصري وكابتن طاق بصري تضيع الدور من النادي الأهلي في الدور الشهري اللي دور سيد عبدالنعيم اللي كان الزماج بيحتفل بي من يومين أهو شوفوا الراجل قد إيه أخلاق وقد إيه بيلعب بشرف بيلعب بشرف كابتن طاق بصري وكان كل حلمه إنه يتعادل مع الأهل طب كسب الأهل والزمالك كسب الإسماعيل والدور بدلا ما روح الجزيرة للأهل جميع تقعدوا لأوفوز كسر والزمالك لازم يكسب الإسماعيل وكسب الزمالك الدور ولا ورغم هذا كابتن طاق بصري رحمة الله عليه وربنا يبارك في زريته وفي كل أحبابه كان قيمة كبيرة جدا عند الأهلوية لأنه لعب بشرف لا فوت ولا عاية عشان كسب ولا الحاجات الفارغة دي فالليه هم نتكلم فيه إن الناس المحترمة والرموز المحترمة دايما فوق الرأس والأهل يقدرهم قبل الزمالك لكن اللي بتكلم ده عتريس اللي موجود وأتباعه من أهل الفتنة دول ربنا يشفيهم ربنا يشفيهم طب الناس اللي بتشتمنا برضو ربنا يشفيها طب الناس اللي حقضوا علينا اللي زي الغندور وأمثاله ربنا يشفيه وهديله نفسه وهديله حاله لكن إنه هو يجع على كمال درويش عشان كمال مشي اعتزر قرب في وجود كمال درويش أو راح على لعب في السلمية والقادسية الكويتي وبعدين جاء على الترسانة وبعدين اعتزن والفرقة كانت في أوجه تقلقها ويقول لك هو اللي عمل فشوهه رغم أنه عمل 1186 بطولة في كل ألعاب ده تنس التاولة وقتها لعب في بطولة العالم في الياباء كسب بطولة العالم للبيلياردو ومرتين نادي الزمالي كسب بطولة العالم للكروكيه وكان معاه خالد يونس يا نهار بيض مش أقول لك بقى سوبر أفريقيا وثلاثة دوري وهاتوا ناس محترمة زمالكوية محترمية زي ترق الرضوان مثلا كمبيوتر نادي الزمال هاتوا يا عم يقول لك كمال درويش ده عمل إيه اللي بيتم الإساءة ليه اللي بيتم الإساءة ليه هات ترق الأدور الكمبيوتر بتاع الرياضة المصرية كلها وكرة المصرية يقول لك قيمة كمال درويش ده إيه اللي انت عملت تسيبه فالفكرة إن الإجراءات اللي خدها النادي الأهلي للتصدي لهذا الأمر إجراءات لن تمر مرور الكرام وما يفعله عطريس في نادي الزمالك جماهير نادي الزمالك العظيمة والمحترمة والتي تعي جيدا أن هذه إساءة للزمالك ترفض هذه السلوكيات فيهم ناس بتندفع وعيال صغيرة ومش فاهمة ومش وعية ومش عارفة قيمة رموزها ومش عارفة قيمة ناديها العظيم فبالتالي بيرددوا اللي بيقولوا وبيفرحوا به عندك القانون حدد لك مصارات للاعتراض تروح يا عم قدم شكوة في الفيفا قدم شكوة في الاتحاد الدولي وقلهم بالمناسبة لازالت هذه المعايير قائمة في الاتحاد الأفريقي لقراد القاتل ولازال الأهل هو المتربع على عرش أفريقي غناد القر في العشرين سنة دول عرفهم الكلام ده عرفهم الكلام ده طيب